حذر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر من المخاطر التي تحدق بالأمة العربية والإسلامية ودعا سموه إلى مجبهتها بشكل جماعي لا فردي وأن تكون جسما واحدا في مواجهة هذه الأخطار وأن تجتمع عليه لتنهيه سويا فلقد بلغ السيل الزبا وما كنا نحذره ونتحاشى من مخاطر قد وصل إلى دولنا العربية والإسلامية فالشعوب العربية أصبحت للأسف تقتل والصراعات فيما بينها تتزايد بفعل السياسات التي تريد أن تجرها إلى هذا المصير وإننا أصبحنا اليوم في أمس الحاجة إلى لم الشمل ووحدة الكلمة والموقف هذا وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر الإقضيبية الصباح اليوم عددا من كبار أفراد العائلة الحاكمة والمسؤولين والمواطنين وخلال اللقاء أشار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى أن ما آلت إليه الأوضاع في العالم العربي وتداعيتها على أمن والسقرار المنطقة يتطلب أن نكون أكثر حذرا وتصميما على وحدة الصف العربي بما يقوي من قدرة دولنا وشعوبنا على مواجهة مختلف التحديات وقال سمو إن الأمة العربية تمر بمرحلة تاريخية صعبة وتهديدات داخلية وخارجية تطال حاضرها ومستقبل دولها وشعوبها وهو ما يحتاج إلى تعزيز أسس العمل العربي المشرك وتقوية آلياته من أجل الحفاظ على ما تحقق من مكتسبات وأضاف سموه التجارب التي مرت علينا يجب أن لا تعود وعلى دولنا العربية أن تواصل بذات العزم السير على طريق التنمية الذي بدأته لصالح رفعة وتقدم شعوبها وخلال اللقاء شدد سموه على أن شعب البحرين بمواقفه المشرفة استطاع أن يحقق الانجازة تلو الآخر وحافظ على هويته الوطنية وأن هذه المواقف العظيمة سوف يوثقها التاريخ البحريني وستكون مرشدا للأجيال القادمة في معنى الوطنية والعطاء وأكد سموه أن الحكومة ماضية في طريق التنمية والبناء في شتى القطاعات لصالح الوطن وشعبه وجميع التوجهات تركز على ضرورة ضمان حصول كافة مدن وقرى المملكة على نصيبها من التنمية وجدد سموه دعوة إلى تعزيز التلاحم بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتنمية جوانب العمل الخليجية المشرك فيما بينها بما يسهم في تقوية مواقف دول مجلس التعاون في مواجهة مختلف التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية والمخاطر التي تحيط بالمنطقة اشتركوا في القناة